الجهاز صار متوفر بكل عيادة متوفرها حتى عنده القابلات حتى الطباء البيطريين يستخدمونه عدهزة متعددة ويصل سعرها الى من الف دولار وانت طالعه. هلأ كانت تاخد جهاز بروبين بألفين دولار او بألف دولار? ثم زادت الميزات في ازداد سعر الجهاز. فالأمواج الصوتية اول ما استخدموها هم البحارة في بحارة الامريكان. كانوا يصدر امواج فوق صوتية يعني فوق عتبة السماء عند الانسان. ويرسلونها باتجاه اعماق البحار. ويستقبلون الصدى. الموجة بعد ما تصدن بأي سطح. اه تعطي صدى مثل الصوت. ماذا يسموها الصدى. الموجة فوق الصوتية. فتعطي اه اه اه. يستقبلون موجة الصدى. في المستقبل خاص. ينقشون الزمن في حدون المسافة. حتى ما نرى سطران. فمثل ما درسنا الامواج فوق الصوتية للاشعة السينية. مندرس المعرفة الصوتية وميزاتها. ندرس انتشار الصوت. ومندرس انتاج المعرفة الصوتية. ومندرس الصورة. وندرس المجلسات. ومعنى مصطلح الصدوية. الصوت هو موجة مكنتية. تنتشر بشكل قوناني عبر وسط مرنة. المعرفة الصوتية الترساوند. هي اصوات اي موجات صوتية تندلق طاقة مكنتية بالاساس توراية فوق مطاقة الصوتية. الطاقة تواثر الامواج فوق الصوتية التشلسية. من واحد الى عشرين هفتز. كلما زاد الهفتز. كلما اقلت المسافة التي تيدرسها. فبالبروب اللي يارب من المستخدر الامواج هفتز عالي سبعة عفتن عشر عشرين. وذلك فيدرس سمول باك الامواج. فيدرس البونة السطحية. وكلما زاد الهفتز يزداد العمق. نشوف الكونفكس. الامين او خمسة. اه ميجا هفتز. الكواتف الخاصية. الميجا هفتز هو اي اشترا باس اه اشترا باس اه اشترا انتشار الصوت. واندرج تحته مجموعة من الخاصيات. قلع الانكاس والانكسار. عندما يطلق موجات صوتية اوفاق صوتية وتصادر حدا بين الوسطين. كثافتهم مختلفة. يرتد جزء من الامواج الصوتية عن صفح بين الفاصل بين الوسطين من الوراق. باتجاه الوسط. كصدعيك. وتسمى هذه الظاهرة كالصوت. وباقي الموجات الصوتية يستمر بالانتشار. عبر الوسط الثاني ولكنه ينحرف عن مساره. وتسمى هذه الظاهرة انكسار الصوت. اذا المعارقة. المعارقة الصوتية هي قياس المقاومة التي ينقاها انتشار الصوت. اكتر ما يعبر عن المعارقة هو كثافة الوسط. التي تنتجز في الامواج. معارقة الهواء او الغاز تختلها معارقة الماء او السهل. كما شفنا اختراق الاشعة السينية للغازات. يكون قوى جدا. واختراقها وللعظام يكون ضعيف جدا. والمساعة الدنيا يكون شبه ما دوم. كمان هنا الامواج الصوتية تختل في المعارقة وانتشارها من الوسط لآخر. عندما يكون هناك فرق كبير في المعارقة الصوتية بين الوسطين. نتجاونا ان جزء كبير من الموجة الصوتية سينعكس على الصوت الفاصل بين الوسطين. امتصاص على مواجه الصوتين. امتصاص الخاصية هي مفيدة وتؤثر سلما على التصوير. عندما تنتجت الموجة الصوتية عبر المادة يتمتح ويوجد جزء من طاقتها الممكن فيها في الحرارة. هذا الضياء في الطاقة يسنى الامتصاص. وتحدده معهم عقاة الوسط. الامتصاص كتير شي نشوفه بالعظام. نستفيد منها في دراسة كسور العظام الخاصة كسور العضلاء. من صراحة لن درسنا ندرس العضاء الفقيرة بالماء تعتبر عدوة. مثل الغاز. وذلك ما بنحسن ادرس الغاز بالاموال الفاوة الصوتية. لن في محاوقة عالية وفي تشتت. بينما في العظم العكس في امتصاص زائد. وذلك خاصية غير مفيدة. التشتت. وهي ايضا خاصية غير مفيدة في التشفير. يعتمد على خلاص الوسط. عندما تصادف الاموال الفاوة الصوتية وسطا من غير متجانس. او سطح الخشن في الجزء الصغير منها. انطاقتها يتشتت على الموضع. في التشتت مختلفة بينما يتبع الجزء الأكبر منها. او التشتت. اذا التشتت هو انكسار بزوايا مختلفة. بوسط واحد. على خلاف انكسار الذي يكون فيه بين موسطين حصل. اذا التشتت هو انكسار بزوايا مختلفة وهي خاصية غير مفيدة. في الاموال فاوة الصوتية. في الاموال فاوة الصوتية تشتت انتجن بعض هذه الامواج المتشتتة الى وراء باتجاه المجلس متساهم في تشتية الصورة. الانتاج الصورة يعتمد على الامواج المناقزة. المجلس او البروض غاطي امايك فاوة الصوتية. هو نفسه يستقبل امايك فاوة الصوتية. في الامواج المرتدة. على البلورة هي البسان في تشتيل الصورة. انتاج الصورة ينتج على مبدأ النبضة والصدق. الانصر الاساسي في اليكو هو البلورة كهرى ضعطية او بربات او بلورات الكريستال الموجودة في البروض. فالبلورة الكهرى ضعطية هي الوحدة الوظيفية الاسور في مجلس الاموال فاوة الصوتين. هو الجزء الاهم في اليكو وذلك اليكو اهمش هو القوة اللي هو باللورة كريستالية كهرى ضعطية. بتعطي نبضة من نمج وصدية. وتستقبل الصدق تبعا. والفرق بين الصدق والعكاس. تحددنا العمق. شوف بجي الامواج المؤخز لنا. تحددنا الوسط. إذا كانت العكاس قوي. اهلا انتاج الصورة. وتعليل الصورة. وهو عبارة عن كهاز كونجيوزر. هذا التدرج العكاس الاموال فاق الصوتية. يحددنا المسافة وكثافة الاموال فاوة الصوتية. في يعطينا انتاج الصورة. على ندرس مماذج انتاج الصورة بالإيكم. هذه البلورة لا خاصية تحويل الدبدبات الكهربائية الى اهتزازات ميكينيكية. اذا هي البلورة في عدنا جهاز تحول الدبدبات الكهربائية الى اهتزازات ميكينيكية. والعكس بالعكس. الاحتزازات الميكينيكية. كمان المنعكسة بتحولها الى دبدبات في الهربائية العالب بيتميتر لانتاج الصورة. عندما تتعرض البلورة انتاج هربائي متناوب. فانه سيفضع لتشويه ميكينيكي. وتولي ويولي الاموات الصوتية. وبالعكس عندما تبتطم الاموات الصوتية بالبلورة. ايه اموات المنعكسة او الصدى. فانه تشوهها وتدفعها الى توليد نظات كهربائية تفسر على اسفور نراها. البلورة الكهربائية الانتاج الصوتية الواحدة يمكن ان تأخذ كل الوظيفتين بشكل متناوب. او في انواقه. اولا يتم تعرض البلورة الكهربائية. اذا اختصرنا الخطوات لازم نفهمها. البلورة الكهربائية او البلورة او الكريستان. يتعرض من تيار متناوب. يؤدي الى اهتزازها. ويؤدي الى انسان نفضا من الامواج فالوسطين. بعد ذلك مباشرة او نفس الوقت. مثل اجهزة الحالية اغيرتاين. استقبل الامواج المنعكسة. من السطحة الان هي الفرق. يعني الوزن الذري او كثافة او ما هي فالوسطين هو يعطينا انتاج الصورة. فتصور احنا جسم الانسار عبارة عن وسط واحد. فما رأى اعطينا اي صورة. فما رأى احسن شخص اي شيء. فتصور انت جسمك مثلا كل ما. كل لحظة. كل عضو. ما محسن. فلاز نكون في تمايز بين الانسجان. اللي حتى اعطينا صورة متمايزة. شوفت الحياة كله ابيض. وسط واحد. ما في شيء يميز شيء عن الثاني. فالفرق بينما هي الانسجة ومحتواها الانسجة. هو الفرق البيني بين النسجين. هو. اليحدد انها انتاج الصورة. اي الامواج المنعكسة. الوسط البيني بين النسجين. انتشار الامواج وعظم. انتاج الصورة. رصد النبضات الصوتية العائدة. يمدنا بنوعين همين من العلمات. اول واحدة الوقت. الوقت. مثل ما استحنام بحارة. الوقت الذي استرقاتها ورامواج فرصوتي لحتى انعكسه. انه مجز. هذا يحدد صراحة من الصبح البيني لانعكس المصدى على صورة الشاشة. اي عمق العضو المراد. وكلما زاد الزمن زاد عمق العضو. وكلما قل الزمن كان العضو اقرب الى السطح. اذا تايم او الوقت. الوقت الذي استرقه النبضة المرسلة لحتى انعكس. وهو يحدد عمق العضو. كلما زاد الزمن والعضو عميق. وكلما قل الزمن والعضو سطح. تريد شدة الصدق. انتلستين تعتمد على صلابة الأوساط. وامتصاصها للأممات فوق الصوتين. فعندما نفذ النبضة تعود النبضة بزمن القصة لانها انعكست على البنية قريبة. بينما عودت النبضة وقوتها ومشأت الاموات الصوتية انها انعكست عنها. هذا يعني يتميز بالشدة الصدق. اذا شدة الصدق تعتمد على الصلابة الأوساط. ويفسر باللون الأوساط كلما زادت شدة الموجة المعكسة. عندما نفذ النبضة الصوتية بشدة معينة وتعوب بنفس الشدة. اي ان الصوت المعادية المقارنة. عظم الجسم الزمنين. وذلك المعادية 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 تخترقها وانما يتمكن عكس من وضبها وتفسر تعطينا لون الكلام. اما اذا نقصت الشدة فان الأممات التوسطية المعادية ستكون قليلة او شدة الصوت النبضة قليلة وذلك تستمر الأممات بالاختراق وتأكس من ذكين اللون وتعطينا معها وقع منفقدة لأن اللون الأسود. اذا كلما كانت المقاومة عالية اي ان الموجات اي ان شدة الصدى تقريبا مشابهة بالصدى او النبضة المرسلة فان يعطينا لون الكلام. كلما كانت النسج من خوطة المقاومة اي ان اللون تغصر تخترق وانا تعطينا لون الكلام. وذلك بالماء فيكون عاديا بالصدى. بينما العظم او الحصيات او الجسام الدولية او حتى الغاز يعطينا لون الابيان. الغاز والسوائل يتقاربان بالمعاوقة. ولكن الغاز يعطيك شدة. وارك فكتو تشويش. بينما السوائل تعطينا الوسط من الجانس لا يشبطيك الاموات فالسنطنية. هاي الاي مود اول ما اخترقه. ان صراحة تقليبا غير مستخدم لنا. الاي مود نفس الاموات الفرسنطنية. فترتد الاموات الفرسنطنية. شايفين ارتفاع النبضة هو يعبر عن شدة الصوت. بينما بعد بين النبضتين هو يعبر عن الزمن. اذا الزمن على محور افقين. هو الشدة الصوت على محور عمودي. يتقدم الزمن تظهر على المخطط سمامات المنافع السيطين. يتقدم الزمن. العلماء. هي بداية انتاج الصورة كان بهذا الشكل. نصد موجه. يعطينا فقط مخطط بها مثل المخطط. تقدم الاجهزة. تظهر على مخطط سمامات المنافع السيطينية والمناطقة العميقة. اعتمال على شدة. كلما زادت الشدة يعطينا مثل ما يدروج لوني. كلما زادت الشدة يعطينا لون ابيض. كلما انخفقت الشدة يعطينا لون الاسود. الشباب اللي دعوهم فرجناهم اليوم يسألون اطباء قلبية وطباء العينية. قلبهم والاطباء قلبية من شام قياس السمكات. وطباء العينية من شام قياس. القطر الامامي الخلفي. اذا تقدم الزمن. تظهر على المخطط سمات المنافع السيطينية اولا. ثم سمات المنافع السيطينية اكتران قلبية. يعطينا مخطط صورة مستطيلة. متحرك. يعطينا المواد منخفضة المعارقة بلون اسود. والمناطق عالية المقاومة بلون ابيض. وتظهر على العدسة العين بلون ابيض. فيظهر الخلط السجاجي بلون اسود. لانه عالي منخفضة مقاومة. وكمان بالقلب. الحجر بين الاجواب تظهر بلون اسود لانه تحويل السائل منخفض المقاومة. بينما جدر الصمامات وجدر القلب. عالية المقاومة تظهر بلون ابيض او معي. حسب التواهل الماء. البي يرمز الى brightness. وتعني السقوح. في هذا النوضة تم ارض الاصداء العائدة. مع معلومات الزمن والشدة. اذا يتم ارض الاصداء المنعكسان. مع معلومات الزمن والشدة. الزمن منشان يعطينا العمق. والشدة منشان يعطينا البياغ والسرعة. كتدرج من تدرجات اللون الرمادي. بدلا من حرفاتها. الخط قاعدة مثل الامود اللي عالياً. اصبح من تاريخ الطبور من شبه الاجهزة لها ايضاً. حتى البي مود استخدامه يعني قليل جداً. وقالنا من الطباء يتعودوا على هذا النمط. يتعودوا عليها من تسعينيات. اشترم على هذا النمط. البي مود. اذا اما مع الزمن ظهر معنا الامود. وترمز الى الموشن. الحركة. حتى البي مود هي اصبحت من تاريخ الطبور. تعطينا نصورة ومستطينا. الامواج السطرية تكون اعلى والامواج العنيقة تكون بعيدة. والدرجة التمايش بين البيض والاسفل. هو يعطينا عبارة عن شدة المعارقة ومفضة المعارقة. الامواج ضافونها زمن وهو الحركة في اعطيت صورة مستمرة. اضافوا عليها انصر الزمن يعطي امواج بشكل مستمر. اللي حتى لو بنجد أجهزة. والامواج تلمز الى الموشن. في اعطيتنا من الخطب هذا المخطب هذا المستمرة ليشاهدون باش من شاشة. اكتر شيء بالعينية. نقيس القطر امام الخلفي. نشوف الخطب العمامي أسهول. نشوف العدسة البيض نشوف البيت الأمامي أسوي نشوف القرنية خطين علي والصدى ولكن بشكل مجتمع ننقيس المزافة منشان تحديد العدسة خاصة في عمليات الساد وكمان أثناء التصوير بالقلب يعطينا نقيس سماكة الجدار أو سماكة الحجرات بالتحويل إلى الموجة عرب الجهاز خطة مستمع مع الزمن البطين الأيسر يعني عدم نشوف تخلص وإستخلاء البطين أمار بالأذين أو الدسام يعطينا يدسلنا الحركة يعطينا الحركة لايب عبارة عن حركة وإنه كان نقيس قطر البطينات أو الدسامات الخلاصة الآن مود خط بيان المنطرة كما كان نستخدم المرحارة تاريخ الطب أصبح بمود لتحرك مع الزمن الآمود للإسباء الأمود إسباء الأطباء القلبية ترشيء أطباء العينية أطباء العظمية البطينات 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 أطباء العظمية أطباء العظمية أطباء العظمية لكل الأمود إذا إذا ربنا ندرس الآمود مثل هاي البرو وهي القلب فأعطانا مخطط شايفون الأوساط مثل الجواب من خط المقاومة تعطينا خط المقاومة شدة مقاومة إذا ما لست فيه قليلا بينما مثل الحجر أو الحجار بين البطينين فالأمود تستطيع تضملي فتستطيع تكون شدة الموجة عالية البطينات كيف تتميزها بشكل الدرجات الآمود بينما أطباء العظمية والحركة ممكن نقيس قطر الأجواف أثناء تقلص القلب أو السخار شايفون هاي صورة أما نجعل مدلسات هو البروبات لأن المستخدمة حاليا البروب تكون فيكس أو البروب العميق تستطيع البروبات بشكل مروح الهاتس من 2 إلى 5 هي تصل البروبات وهو المجلس الأكثر استخدام الذي يمكن استغناء عنه يمكن البروبات البروبات التواتر من 5 إلى 12 فس ويوصل إلى 20 فس أو سمن متر لليل يدرس البناء السطحية من 5 إلى 7 سنتين أو يدرس سمول بارد أو يعطي لأنق الدرق الخاصية الزايدة المغلة العمية النفر الرسوري الأبتار ألفات الجلد من دوس العين المجلس القطاعي أو سيكتور أو ميكرو كونفكس يبلك رأساً صغيراً يمكنها سمولة نافلة يتخبئين أورابة النسبة القطاع القلبية يتسكر مروحية تكون الصور ضيقة في المجال القريب وواسعة بالمجال البعيد التواتر من 1 إلى 4 أكثر استخدام القلب الرئتين الجنب المنصب طبعاً الخطاعي أو السيكتور أو ميكرو ومتلك في نبراك ثاني هو تمام طريبة على السيكتور ندرس أو كنا منخوز على الباركة ننخوز زي بروستات نتركب عليه لسار من ثبت الطريقة وعيان ودخل ندخل الخازع منه ونعمل خزع موجهة من الفص الأيمان من العصر بعد إجراء تفريغ الكولونات وتركيب أسطرابوية من شان عدم إذاء اللحمين كذا البروب الرابع هو البروب عن ترانس فجاين كمان من واحد إلى خمسة مجهد تسي استخدم نستفدم المجلس لحصول على صورة مقطعية نائية البعد واعتمار الظهر على شاشة البون الأقرب تكون أقرب المجلس البون العمقة تكون بعيدة صفحية مجلس أفهم أنتم شاهدون الصورة هاي هاي الصورة بالأوروب بالكون فيكس يعني شاهدون الكينيا يصير أسود دمين الوجود لزف وسائل البون السطحية تكون أقرب للبروب اللي خطم هنا الفوق بين المتاحة البناء العليم شايفين هنا أغلية درقية بالبروب النيئر شايفين فيها أغلية درقية من فصل عيسر هذا فصل يكون فيه أغلية درقية يأتي نسف وراء مستقيم هنا السكتور شايفين يعطينا أجوار عن قلب بنسبة المقاطع شباب ندرس المقاطع بتسهيل المقطع السجد يمر بشكل سهمي من أعلى الجسم كأني لما أنا أخذ مقطع سهمي كأني بطار مريض من نص وطلع من جانب لما أخذ مقطع أرضي مثلا بالإخيارة تخيل الموضوع الإخيارة ناخذ مقطع أرضي بالإخيارة هذا مقطع ترانس كيف المقطع السجد هو مقطع طولي جسم الإنسان في ثلاث مستويات صراحة المقطع الإكليني يمر بالكتفين ويقطع الجسم بالشكل الإكليني المقطع السجد يمر بالقص والعون الفقري وبين القدمين والمقطع الأجزيال يقطع الجسم بالشكل العرضاني المقطع إذن المقطع العرضي يقطع الجسم من الشكل العرضي يعطينا صورة مثل ما هم شايفين طلعون في المجسم كأن نقطع مثل فرطة الطبق المقطعي نقطع المريض النص ونقطع عليه من الأسفل المقطع السجد يقطع بين القصو العمود الفقري إذن نقطع المريض يقطع من الجانب الكورنر لأن نقطع المريض بين الكتفين ونطلع عليه من الأمين أو الخلف واضح موضوع المقطع الإكليني والسهم كورنر السجد الترانسفير كيف هم نفهم بالأشعار ما يميز الأموال فأسلطية إمكاننا نأخذ مئات المقاطع يعني نأخذ للأمان من الخلف للأعلى وللأسفل مئات المقاطع لأننا نحن 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 بأخذ المقاطع عكس الطبقين فالطبقين ما تريد وإحنا مجبورين نأخذ بهالم مقاطع وتدرجات المسجد للأمان للأسفل ترانسفير من الأعلى للأسفل كورنر للأمان للخلف موضوع إيكو جنسي بإيكو جنسي أنا مثلا الجيد الصدوية في الكصوير من أمان للأصول تستخدم الصلح الصدوية كما هم أما هو الصدوية عديم الصدوية معتدر الصدوية ناقص الصدوية عائل الصدوية أي سائل بالجسم يا شباب هو عديم الصدوية كنسا مع atmosاذا أي سائل هو عديم الصدوية الكبير البدوحان معتدر الصدوية لأعضر لأحضرات ما ك 따ه أي شيء عظم على الجسم الذي يكون حال الصبوين الكيسات عادية في الصبوين أما سائل عكر قراج قيافين ناقص صبوين نقطع بالمثانا نقطع بالمرأة عادية الصبوين نقطع بالأبهر الصبوين في ظاهر اسمها بوستير الشدوم لما الأمواق الصوتية تخترق الماء لأن الماء يمتلك معاوقة من خطرة فالأمواق الصوتية تمر وعندما تصادف خلف الكيسة تصادف وسط بين مقاومتهم ومعاوقتهم أعلى تصدف المجرورة الصوتية الهكاس لما تصدف المجرورة الصوتية بشكل كثير يقضي شدة أعلى وذلك أعطي المنبر الأبيض خلف الكيسة ظاهرة مميزة إزمة تعزيز الصلاوي الخلف الخلف الكيسة هذه تعزيز الصلاوي الخلف الكيسة وراها ضياط هذا هو اسم التعزيز البستوري لا تصدف المجرورة الصلاوي الخلف الكيسة ولكن الشيء المختلف والإنفع فيها بالنسبة للكيسة تعطينا تعزيز الصلاوي أعطينا تعزيز الصلاوي الكسر عظامة منطقة معديمة الصلاوي مما تستصدف ومن ظنيها عالية مستمرات شاهد كمان ظاهرة الشرم لأنه لا يفعل الصوتية تنعكس الشريط أو تنعكس أغلبها لما تستصدف بحصان في ميعة ممائية ضل نجسم مصدف ضل كيفية النون الأسود خطي الحصان لأنه ما تكنين عكسك فعضان النون الأسود هاي ظاهرة ممائية زي الحصان شايفونا المقطع عرضي معطينا البنك رياس معطينا الشراء المساريق العمي ونجسنا البنك رياس ولي تحت منك رياس اللون الأسود هو تحت منك رياس هو مريد الطعان عندنا نضيع منك رياس نبهر أن مريد الطعان هون الأبهر خلف الأبهر ببقرة ومام الأبهر الشراء المساريق العمي شايفونا هنا السراء الكابدية والأمور الأمور لفوق الكابدية لأيضا ليسا من الأبصال شايفونا محبطة الدنيا ونسيك كابدية ونجسنا البنجسنا السطوح العاكسة تشمل المحبطة والأغلفة والمفاقات شاهدون أي لسيج فاقية بالماء أو يحمل لسيج لي فيه يعطينا المحبطة الكابد ونجسنا تفصل الكنية إلى منطقة ينقشر ولو تفصل بين الأهرامات تسمى الأعمال تحديد كبيرا ويسمى إهرامات ما يكون لوب الكو يعني يسمى يعني يعني شايفين منظر الكو لين عبارة عن قشل ولوب لكن نقشل صراحة تنبينا مجرسة ما كيلون مجرسة إذن بكتدي يا جماعة أصلاحاً في أن المنطقة البيضة لمصر هذه الجيب الكلوي والمنطقة الفقهة القشر الكلوي ولكن الجيب الكلوي لا يمثل الليب ومنطقة عصرية لا يمثل لنبيانات إهرامات ما بيكين وتبين أفضل شيء بالطبق المهاري تظهر بشكل وعب نعم الهواء يحكس كامل الموجة السنتية ولا يقوم فيه محددين وهو يعطينا الشكل وشكل هذا من شكل الهواء يعطينا منظر غيري لني عما تشتيك اللetry وشهة سنتية بينه يمكنك بشكل كون طيب الأمنة أنه مصاد متجانس غني بالماء حكس الهواء، مصاد متحرك بطائر بالماء أو أعدين الماء وذلك دائماً الغاز ما في مندوس الصدر بليك ممكن لدوس التناء المحيطية أو من سبب أو مندوس الخلب عن طريق الأوراق فالسائل من أصدقاء ليك الغاز هو العدو الأول ليك كل ما هو صديق الأول ليك وذلك دائماً تشاهدون أعطل بعض الغازية أعطل بعض المعين ونقول للمريض أشرم مي لازم نشرده نحطها خاصة نهر في المكان الدوب لرمونت الموضة الغازة هو دوب لر تشاهدون العالم النمساء والهزيني في سكين دوب لر فراب يدرس البنى المتحركة مثل الذين الأولياء اختراع دوب لر هو تغيير ظاهر وليس حقيقة التهلج والطول الموجين للموجة كما يلاحظ المشاهد الذي يتحرك مثل المزر الموجة قد يكون المشاهد ثابتا ومصدر الصوت تحركا أو العكس الترجل المشتقل أعلى كلما كان خمسة قابل إذن ظاهرة الدوب لر يدرس البنى المتحركة وخاصة الدم وجراين الدم في الأوعية وظاهرة المشداد الموجة وهو تغيير ظاهر وليس حقوقي في الترجل وطول الموجة الترجل الصغب الآلم كلما اقتربت من المصدر وأخفر كلما اتعادتها من المصدر مطابق في لحظة مرور بجانب المصدر في الترجل المستقبل نحط البروف وقلها وكلما اقتربت الكريات الدم والسائل من جدفر بشكل أقرب للأموات والسوطية بيكون ترجل أعلى وكلما اقتربت الدم بيكون ترجل أخطار بينما تحت الأبرى مباشرة يكون مطابق في ضواء ثانية دوسها هي الزاوية نحن نشاهد هذه الظاهرة أحيانا خلال يوم الآخر مثلا عندما نكون في الشارع وتخترب منها سيارة مطافة أو عرض التسام فنسمع صفارتها وهي قادمة علينا ويتزايد صح تزايد الصوت كلما اقتربت منها وتبدأ أعلق ثم ترد وشدة الصوت عندما تكون بجوارنا وعندما تذهب بعيدا يبدأ شدة الصوت في الخطار هاي الظاهرة في النفس وكلما لجاء الدم متدفى وشكل أقرب تردد آلا والدم المبتعد بعيدا المصدر لما تردد الصوتية يكون تردد أقل ومطابق في لحظة خلف البرد كذلك الآن موجات الصوتية التي ترتد من الدم تغير أيضا فتلتقط آلة الموج الصوتية ترجمها إلى صورة الدم وهو تعرض فهو درس للتغير الظاهر في التردد في البناء المتحر هذا المبدأ صراحة أحد وكما تغير من الموسم في القلب والأوعياء الدم معادلة الدوبلر تواثر الدوبلر Frequency A يتعلق ب Relucity سرعة الجريان تعلق بسرعة الأمواج فوق الصوتية النسجة التي تصل إلى الدم C ويتعلق بأو الزاوية بين حزمة الأمواج الصوتية واتجاه واتجاه جرايا الدم ويفتر أن تكون أقل مزيد إذا المعادلة الدوبلر تواثر الدوبلر التي تعلق لي سرعة جرايا الدم فرعة الأمواج الأمواج الصوتية والزاولة بين حين الأمواج الصوتية وتجاه جرايا الدم اللون المفسر يفحص الجريان في موقع واحد يتشابه مع الآمواج يعطي تحليل مفسر لتوزع الدرام بشكل خط دياني واستطيع فحص نمض الموجة في لسكل اللون إذا كانت الأمواج الفرعة الصوتية معاكسة إذا كانت الأمواج الفرعة الصوتية معاكسة تجاه الزران يؤتينا اللون الأحضر وإذا كانت مع تجاه الزران يؤتينا اللون الأزرق إذن اللون الأحضر حسب اتجاه الأمواج الفرعة الصوتية إذا عقام تجاه مожетك بالأموال الصوتية معاكس لتجاه التالية فيكون معاكساً فييعطيننا الشريان بلون أحمر والوريد بلون الزرع اذا حطينا بما أتجاه زاويه الاموال، فوق Meyer بالنقلة الأصابع سيتشطل الشريان بلاون أزرك أو الوريد بلاون أحمر اذا إذا كانت الأموال فوق الصوتية معاكساً إلى الجريان يعطينا اللون الأحواق كما كانت مع تجاه الجرعين الدمويس يعطينا اللون الأزرق وما العلاقة إنه هذا الشيان أو مريض فالعلاقة هي اتجاهها عكس أو معه المخطط النبضي يعطينا مخطط انقباض القلب بسكولي ويعطينا نبضة انقصاد القلب يعطينا في الشرايين المحيطية الموجة الثالثة من وقل ثلاثة طول هي تعبر عن مرونة الشرايين ما لا علاقة بثلاثة طول بالنسبة للعضاء النبيلة تكون مشهر مقامة منخطط فالدم واستمر حتى أثناء الانبصاط في الشرايين الكلوية والشرايين السباتين إذن بالعضاء النبيلة الشرايين السباتين خاصة لشرايين السبات الباطن فحكمة ربانية يستمر تدفق الدم حتى أثناء الانبصاط وذلك سنوه منخطط المقارنة شاكوين تنحط المحط الانبصاط يستمر بين المشرايين المحيطية هذه الموجة الثالثة التي كانت تعبر عن موجة موانت الشرايين الدوبلر الطاقي الوريد السري كمان يعطينه شاكين مخطط الوريدي يعطينه مخطط محادي الطور مستقه من خطر السرع بين مشتريين ثلاث الطور الدوبلر اللوني أو الكلر يعتمد على لون واحد يدرس قبل الطاقي الدوبلر الطيفي حكينا الدوبلر اللوني يعطينا خريطة حسابة تجار زران حكينا عنه شايفين شايفين مرحب تطيب الدوبلر الطاقي يعطينه لون واحد أعلم أنه لون برتقالي ما يميزينه لون اتجاه الجراني ولكن يدرس الأعضاء اللي مر فيها التن بشكل بطيء مثل دوالب خصير أو الأوريلا يعطونه لون واحد ولا مميزة تجاه الجراني يعطينه لون واحد فندرس الأعضاء لم يكون المخطط السرعة الكران منخطط فيها هنا نظرة يوهم منخطط فيها الشيطة وإن شاء الله يتعالى المعنى الزواج في جلسة عمل جلسة عملية وبالشكل تزيائي اللي يتعالى أعطيكم العافية أي حدا عند السؤال يا شخص يفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر